بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طالبات وطالبات الصف الثاني الثانوي أهلا وسهلا بكم في بوابة الوفد التعليمية في المراجعة النهائية في علم الاجتماع الفصل الدراسي الثاني معكم مستر مصطفى الشيخ معلم أول المادة النهاردة ان شاء الله هنبدأ مراجعتنا النهائية في الفرع التاني لمادة علم النفس والاجتماع هنبدأ ان شاء الله كده بمراجعة النظم الاجتماعية هنعرفين ان الفصل الدراسي الثاني بيبدأ في علم الاجتماع بالنسبة لتانية سنوي بيبدأ من النظم الاجتماعية في الوحدة التانية والتغير الاجتماعي والوحدة الثالثة فيها موضوعين الموضوع الاول بيتكلم على التنشاء الاجتماعية والموضوع الثاني بيتكلم على الضبط الاجتماعي يلا بينا مع بعض ونشوف الاسئلة بتيجي ازاي في اهم الاجزاء اللي احنا شايفينها ان شاء الله مع بعض السؤال الاول في علم الاجتماع فاول موضوع عندي بيقول لي عرف النظام الاجتماعي النظام الاجتماعي بنجاوب بنقول هو مجموعة من المعايير المنظمة والمتفاعلة فيما بينها والتي يجمع عليها الافراد لتنظيم سلوكهم وتحديد علاقاتهم بعضهم بالبعض في مختلف جوانب الحياة شوية بس نقف ونشوف ايه معنى التعريف ده بنقول ان النظام الاجتماعي عبارة عن مجموعة معايير كلمة معايير معناها قواعد معناها قوانين هذه القواعد وهذه القوانين من شأنها انها بتنظم علاقة الافراد بعضهم البعض في مختلف جوانب الحياة مثلا جوانب الحياة السياسية هنجد فيه قواعد هنجد فيه قوانين بنقول عليها معي بتنظم علاقة الشعب بالحاكم يبقى ده بنقول عليه النظام السياسي وهذه القواعد وهذه القوانين متفق عليها من قبل الشعب والحاكم كذلك في النظام الاقتصادي عبارة عن مجموعة معايير مجموعة قواعد مجموعة قوانين هذه القوانين بتنظم مثلا العلاقة بين المنتج والمستهلك يبقى اذا النظام الاجتماعي لما نجد عرفه بنقول هو مجموعة المعايير هذه المعايير مالها منظمة ومتفاعلة اي متداخلة مترابطة يجمع عليها الافراد اي يتطفق عليها الافراد ليه عشان ينظموا سلوكم ويحددوا علاقتهم بعضهم بالبعض في مختلف جوانب الحياة سواء كانت جوانب الحياة التعليمية السياسية الاقتصادية الى اخره يشوف السؤال اللي بعده بيقول لي تحقق النظم الاجتماعية عدة وظائف برهن بمثالين احنا قلنا نظم الاجتماعية زي النظام الاقتصادي النظام التعليمي النظام السياسي النظام التربوي النظام القضائي النظام الاسري هذه الأنظمة لها عدة وظائف في حياتنا فهو هنا السؤال بيقول لي برهن بمثالين يعني هات مثالين من هذه النظم ونشوف وظائفهم إيه إحنا عندنا حوالي سبع وظائف فإحنا هنجيب اتنين بس فبيقول لي مثلا برهن بمثالين هقول له العمل والإنتاج وده بيتحقق من خلال النظام الاقتصادي اتنين المحاوظة على نوع واستمرار العلاقات من خلال النظام الأسري الاعتقاد بوجود قوة عليا منظمة للكون تمنح الثقة والتمأنينة النفسية من خلال النظام الديني اربعة الأمن والحماية الاجتماعية اللي بيوفرها للنظام السياسي خمسة التعليم من خلال النظام التربوي ستة الاستمتاع بوقت الفراغ من خلال النظام الترويحي سبعة معرفة الأساليب المشروعة والمتحضرة للحصول على الحقوق من خلال النظام القضايا تشوف السؤال اللي بعده بيقول هنا يحقق النظام التربوي عدة وظائف أكد صدق العبارة احنا عندنا ثلاث وظائف أو ثلاث نظم أساسية كنمازج بناخدها بالتفصيل اللي هو النموذج اللي هو النظام التربوي والنظام الاقتصادي والنظام السياسي احنا عدفيني النظام التربوي تعريفه هو عبارة عن جهود بتبزل لنقل ثلاث حاجات المعرفة والمهارات والقيم بننقلها من خلال جهات رسمية زي المدارس والجامعات أو من خلال جهات غير رسمية زي الأسرة تمام في النهاية عشان نقدر أكون المواطن الصالح فهو هنا السؤال بيقول لي يحقق النظام التربوي عدة وظائف أكد صدق العبارة يعني هو هنا عايز الوظائف احنا هذه الوظائف تتمثل فيه واحد نقل التراث الثقافي من الأجيال الماضية إلى الأجيال الحاضر لما نقول بس تراث ثقافي يعني نقصد التاريخ نقصد اللغة نقصد الدين المعتقدات العادات التقاليد هذه الأشياء بننالها من الأجيال الماضية إلى الأجيال الحاضر اثنين تنمية القيم والاتجاهات المرغوبة اجتماعيا كقيم الولاء والانتماء تلاتة تكوين شخصية المواطن الصالح أربعة توجيه ميول الفرد وتنمية قدرتهم خمسة مواجهة مشكلات المجتمع المتعددة السؤال اللي بعده بين سواب أو خطأ العبارة مع التعليل السؤال بيقول يؤدي النظام الاقتصادي وظائفه من خلال عمليتين أساسيتين السؤال صح ولا غلط مع التعليل تمام العبارة خطأ ليه العبارة خطأ؟ لأن النظام الاقتصادي بيحق وظائفه من خلال تلات عمليات مش عمليتين إيه هم الثلاث عمليات اللي هي الإنتاج للعملية الأولى العمليات الثانية التوزيع العمليات الثالثة الاستهلاك بالضبط كده عملية الإنتاج يعني الحصول على الموارد وتحولها إلى سلع نافعة وتشمل ثلاثة عناصر أساسية هي الأرض والعمل ورأس المال اتنين عملية التوزيع أي توزيع حاصل الإنتاج على المواطنين توزيع حاصل الإنتاج أي توزيع ما تم إنتاجه على المواطنين رقم ثلاثة عملية الاستهلاك وهي تعني استخدام حاصل عملية الإنتاج من سلع وخدمات في إجباح حاجات الأفراد بدخل على السؤال اللي بعده برضو بيقول لي بين سواب أو خطأ العبارة مع التعليل تنعدم العلاقة بين النظام الاقتصادي والنظم الاجتماعي الأخرى العبارة خطأ لأن هناك علاقة قوية بين النظام الاقتصادي والنظم الاجتماعي الأخرى إيه الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك مثلا أن النظام الاقتصادي يرتبط بالنظام السياسي فهو يستهدف تحقيق اللي هو النظام السياسي يستهدف تحقيق الأهداف الاقتصادية التي تحددها المؤسسات السياسية إذن النظام الاقتصادي يعسعى ويعمل على تحقيق أهداف اقتصادية من اللي بيحط هذه الأهداف؟ مؤسسات سياسية لها الحكومة إذن هنا في علاقة بين النظام الاقتصادي والنظام السياسي كذلك في علاقة بين النظام الاقتصادي والنظام الأسري حيث يسهم توفير الأسرة لاحتياجاتها المعيشية على تنشيط حركة الشراء والبيع وهي بذلك توفر عائدا اقتصاديا يمكن استثماره في تحسين آلات الانتاج في هذه المؤسسات ورفع أجور العاملين إذا لم يجي يقول لي في علاقة بين النظام الاقتصادي والنظام الاجتماعية الأخرى هقول له أيوة ويجيب له الدليل أو البرهان وممكن يسألني هنا في علاقة النظام الاقتصادي بالنظام السياسي الوحد أو علاقة النظام الاقتصادي بالنظام الأسري الوحد ندخل على السؤال اللي بعده بيقول لي فرضت عدة عوامل ظهور النظام السياسي وضح يعني إيه؟ يعني إيه فرضت عدة عوامل ظهور النظام السياسي يعني بيقول لي إيه العوامل أو إيه الأسباب اللي أدت إلى ظهور النظام السياسي لازم نعرف إن النظام السياسي كل ما يتصل بظاهرة السلطة يعد من النظام السياسي طب ايه العوامل اللي قدت الى ظهور النظام السياسي اللي عدة عوامل واحد اجباع الحاجات الاساسية لابناء المجتمع اثنين توزيع ثروات المجتمع توزيعا عدلا وبالتالي تخفيف حدة الصراع على الثروة تلاتة تسخير الموارد الاقتصادية لخدمة الاهداف العليا للمجتمع اربعة تحديد علاقة الدولة بمواطنيها وتنظيم عملية تدرج السلطة السؤال اللي بعده بيّن صواب او خطأ العبارة مع التعليل يقتضي تنظيم الدولة وجود ثلاث سلطات مستقلة العبارة صحيحة ام خطئة؟ العبارة صحيحة طب ايه هما بقى الثلاث سلطات دولة عندنا اول سلطة اللي هي السلطة التشريعية اللي هي متمثلة في البرلمان والمجالس النبية طب دي مهمتها ايه؟ مهمتها تشريع اي اصدار وسن القوانين كما تتولى الرقابة على اعمال السلطة التنفيذي السلطة التانية اللي هي السلطة التنفيذي طب متمثلة في ايه؟ اللي متمثلة في الحكومة اللي هي الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء ومن يعاونها من محافظين ورجال الادارة المحلي طب السلطة دي مهمتها ايه؟ اللي مهمتها انها بيتنفذ القوانين اللي بتصديرها السلطة التشريعية بما يحقق صالح العام للمواطن او للوطن رقم ثلاثة اللي هي السلطة القضائي هذه السلطة تختص بحماية الحقوق والواجبات والفض في الخلافات التي قد تنشأ بين السلطاتين اللي هم التشريعية والتنفيذية او الخلاف اللي بينشأ بين الدولة ومواطنيها او الخلاف اللي بينشأ بين المواطنين بعضهم مع بعض ندخل على السؤال اللي بعده حدد المقصود بالتغير الاجتماعي بهذا السؤال بندخل في موضوع الموضوع الثاني من الوحدة التانية اللي هو موضوع التغير الاجتماعي بيقول لي ايه هو التغير الاجتماعي؟ بقول لي ان التغير الاجتماعي هو كل صور واشكال التحول والتبدل التي تطرق على كل جوانب الحياة في المجتمع خلال فترة زمانية معينة إحنا لو نظرنا إلى المجتمع المصري مثلا قبل ثورة 1952 هنشوف التغيرات اللي حصلت طيب لو شفنا المجتمع المصري مثلا خلال فترة زمانية معينة مثلا من سنة 1952 أبل ثورة 1952 وبعد الثورة هنلاقي أنه تحول من مجتمع كان مجتمع الزراعي تحول إلى مجتمع الزراعي وصناعي كان مجتمع منغلق تحول إلى مجتمع منفتح فهذه تغيرات خلال فترة زمانية معينة طيب نشوف السؤال اللي بعده طبعا التغير له عوامل وله أسباب الأسئلة اللي جاية هتبقى على العوامل والأسباب السؤال بيقول استنتج العلاقة بين العوامل الطبيعية والتغير الاجتماعي طبعا لما يجي يقول استنتج العلاقة هو عايز إيه الصلة اللي ما بين العوامل الطبيعية والتغير الاجتماعي العوامل الطبيعية قلنا ممكن تأثر تأثير مزدوج يعني ممكن تأثر تأثير إيجابي وممكن تأثر تأثير سلبي طيب بتأثر تأثير إيجابي من خلال ما تجود به الطبيعة على الإنسان زي مثلا زهور البترول أو النفط في مجتمعات الخليج العربي أدى إلى تغيير كلي وتغيير إيجابي في هذه المجتمعات كذلك ممكن الطبيعة أو العوامل الطبيعية تغير تغيير سلبي من خلال قصبة الطبيعة زي الزلازل والأعاصير يبقى لما يجي يقول استنتج العلاقة بين العوامل الطبيعية والتغير الاجتماعي هذه الإجابة السؤال اللي بعده بيقول لبين ثواب أو خطأ العبارة مع التعليل تنعدم العلاقة بين العوامل الديموغرافية والتغير الاجتماعي أولا لازم الأول نعرف يعني عوامل ديموغرافية يعني عوامل سكانة زي عدد السكان بيقول لما فيش علاقة بين عدد السكان والتغير الاجتماعي طبعا هنقول العبارة خطأ ثمان طب ليه قال إن هنا هناك علاقة قوية بين عدد السكان وبين مستوى المعيشة والعمالة والبطالة ومستوى الأجور يعني تبقى فيه علاقة مثلا عكسية ما بين عدد السكان علاقة ترضية ما بين عدد السكان والبطال كل ما بزيد عدد السكان بتزيد البطال علاقة عكسية بين عدد السكان ومستوى الأجور كل ما بزيد عدد السكان بيقل مستوى الأجور وهكذا إذن للعوامل الديمجرافية تأثير واضح وبارز في إحداث التغير الاجتماعي نشوف السؤال اللي بعده بيقول لتؤثر العوامل السياسية في إحداث التغير الاجتماعي أكد صدقنا بعض هنجيب أحد العوامل السياسية البارزة اللي هو الحكم الديمقراطي فالحكم الديمقراطي يمكن أن يسهم في إحداث التغير نحو الأفضل في المجتمع وذلك من خلال ما يتيح الحكم الديمقراطي للمواطنين من حريات وما يوفره لهم من أمن وأمان وصيانة للحقوق والممتلكات العامة والخاصة نشوف السؤال اللي بعده بيقول لي بين صواب أو خطأ العبارة مع التعليل تلعب الحروب دورا مزدوجا في إحداث التغير الاجتماعي نقف عند كلمة مزدوج لما يجي يقول لي تلعب الحروب دورا مزدوجا أي إن الحروب هنا لها دورين ممكن دور إيجابي وممكن دور سلبي وممكن يقول لي تلعب الحروب دورا سنائيا أو للحروب أثر إيجابي وأثر سلبي طيب هنجيبله مثال هنا طبعا لبارة صحيحة هنجيب له مثال على الحروب اللي ممكن تأثر تأثير إيجابي والحروب اللي ممكن تأثر تأثير سلبي خير مثال على ذلك ما حدث من أثر إيجابي ما حدث في المجتمع المصري أثناء حرب أكتوبر سنة 73 حيث انخفضت معدلات الجريمة في المجتمع إلى أدنى مستوى لها طبعا وهذا يجسد التغير الإيجابي للحرب أما ما يمثل التغير السلبي فيتمثل فيه الهجوم النووي الذي تعرضت له هيروشيما ونجزاكي باليابان في الحرب العالمية التانية وترتب على ذلك ضمار شامل نشوف السؤال اللي بعده للزعناء والقاضة والمصلحون دورا بارزا في إحداث التغير الاجتماعي باره بالأمثل الأمثلة كتير في هذا الشيء هنقول من أمثلة هؤلاء جمال عبد الناصر في مصر وغندي في الهند ونيرسون مندلة اللي قدر أنه هو يقود حركة التحرر في جنوب أفريقيا ضد التمييز العنصري بين البيض والسود السؤال اللي بعده بيقول لي للعوامل العلمية والتكنولوجية بالغ الأثر على سلوك الناس واضحة لما يقول لي بالغ الأثر على سلوك الناس يعني عايز يقول لي أن العوامل العلمية والتكنولوجية لها تأثير في التغير الاجتماعي فبنقول له مثلا فالاختراعات والابتكارات والاتشافات العلمية والتقدم في وسائل الاتصالات والمواصلات زي الكهرباء والقطار والسيارة والطائرة والحسوب والإنترنت كل دي عوامل علمية وتكنولوجية إزاي أثرت على سلوك الناس إنعكث أثارها على سلوك الناس من خلال التغيير اللي حصل في أسليب تفكيرهم وعلاقاتهم الاجتماعية ببعضهم البعض ندخل على الوحدة التالتة اللي بتتكلم على الموضوع الأول فيها بتتكلم على التنشيئة الاجتماعية فبيقول لي هنا حدد المقصود بالتنشيئة الاجتماعية التنشيئة الاجتماعية باختصار شديد جدا تعني التربية أو هي عملية تعلم بيتعلم فيها الشخص قيم بيتعلم فيها الشخص سلوكيات بيتعلم فيها الشخص بعض الممارسات من خلال الجماع اللي بيعيش فيها فبنقول هنا هي عملية تعلم يتعلم من خلالها طرقا وقيما وأنماط السلوك الاجتماعي لمجتمع ما أو جماعة اجتماعية معينة حتى يتمكن من العيش في ذلك المجتمع أو وسط هذه الجماعة السؤال اللي بعد كده بيقول لي تحقق التنشيئة الاجتماعية عدة أهداف واضح يعني احنا ممكن نستخدم من التعريف اللي فات بعض الأهداف اللي بتحققها التنشيئة الاجتماعية التنشيئة الاجتماعية بتعمل ايه؟ اللي بتساعد على تحقيق التكيف الاجتماعي التعالف مع الآخرين بتساعد في الرقم اثنين على الاستقلال الزاتي والاعتماد على النفس ثلاثة اكتساب المعارف والاتجاهات والقيم أربعة اكتساب المعايير الاجتماعية خمسة تعلم الأدوار الاجتماعي السؤال اللي بعد كده بيقول لي بين صواب أو خطأ العبارة مع التعليل يميز علماء الاجتماع من شكلين أساسيين من أشكال التنشيئة الاجتماعي صح ولا غلط؟ العبارة صحيحة ايه هم بقى الشكلين دول؟ الشكل الأول بنقول عليه تنشيئة مقصودة ودي اللي بتتم في الأسرة والمدرسة والشكل الثاني بنقول عليه تنشيئة غير مقصودة ودي اللي بتتم من خلال دور العبادة ووسائل الإعلام السؤال اللي بعد كده تعد الأسرة من أهم مؤسسات التنشيئة الاجتماعية برهن طبعا قبل بسا ما نجاوب على السؤال ده بنقول إيه هي مؤسسات التنشيئة الاجتماعية مؤسسات التنشيئة الاجتماعية كتير جدا طبعا بتأتي على رأس هذه المؤسسات الأسرة المدرسة وسائل الإعلام دور العبادة النوادي إلى آخر فبيقول لي أن الأسرة هي من أهم مؤسسات التنشيئة الاجتماعية برهن طبعا هنبرهن لأن هذا بيرجع لعدة أسباب السبب الأول لأنها المؤسسة الاجتماعية الأولى التي ينشأ فيها الطفل من البداية اثنين يتلقى فيها الفرد مختلف المهارات والمعارف الأولية ثلاثة أنها تعد بمثابة الرقيب على ممارسات مؤسسات التنشيئة الاجتماعية الأخرى مع الأبناء أربعة أنها الوسط الذي يتعلم الفرد في إطاره الأنماط السلوكية السؤال اللي بعد كده أذكر ثلاثة من أساليب التنشيئة الاجتماعية الإيجابية طبعا عندنا أسلوب القبول أسلوب المرونة والسماحة أسلوب الحزب هذه أساليب بنعتبرها أساليب إيجابية في التنشيئة الاجتماعية وعلى الصعيد الآخر أو على الجانب الآخر في أساليب تنشيئة اجتماعية بنعتبرها أساليب سلبية نشوف كده مع بعض السؤال اللي بعده بيقول اذكر سلاسة من أساليب التنشئة الاجتماعية السلبية عندنا أسلوب الرفض الرفض الولدي لمين للأبناء اتنين التسلط والتشدد من قبل الولدين تلاتة التدليل والحماية الزائدة والتدليل والحماية الزائدة باختصار شديد معناها الاستجابة الفورية لكل مطالب الطفل طبعا أساليب التنشئة الاجتماعية السلبية لها أثار سلبية على شخصيتي الأبناء وأسليب التنشئة الاجتماعية الإيجابية لها أثار إيجابية على شخصية الأبناء من أهم هذه الأثار الإيجابية للأسليب التنشئة الإجابية إثقى بالنفس، التفاؤل، الاعتماد والاستقلالية، التقدير الذاتي الإيجابي المرتفع، النظرة التفاؤلية أو النظرة الإيجابية للحياة عكس الكلام ده بنلاقي على شخصية الأبناء بالسلب من خلال أساليب التنشاء الاجتماعي السلبية بنلاقي عدم الثقة بالنفس الضعف الثقة بالنفس بنلاقي أيضا التقدير الذاتي السالم أو المنخفض للذات بنلاقي أيضا عدم الإحساس بالمسئولية واللا مبلاء بنلاقي أيضا النفور والانطواء وبنلاقي ممكن الميلة إلى الانحراف نشوف السؤال اللي بعده بيقول لي هنا طبعا ده بداية الموضوع الثاني والأخير من الوحدة الثالثة بيقول لي حدد المقصود بالضبط الاجتماعي الضبط الاجتماعي هو القوة اللي بيمارسها المجتمع على أفراده والطريقة اللي بيسلكها المجتمع للهيمنة الهيمنة السيطرة والإشراف على سلوك أفراده وأبنائه وذلك طبعا بهدف أو ضمان سلامة البناء الاجتماعي والحرص على أوضاع المجتمع ونظمه واستقراره والبعد عن عوامل الانحراف شوف السؤال اللي بعده بيقول لي يحقق الضبط الاجتماعي عدة أهداف أذكر اثنين منها الزام الأفراد باحترام الحقوق العامة والخاصة والنظام الاجتماعي الأول بس نشوف يعني إيه الامتسال لمعايير وقيم الجماع الامتسال أي طاعة معايير احنا قلنا قواعد وقوانين اللي بترتضيها أو بتضعها الجماع الزام الأفراد باحترام الحقوق العامة والحقوق الخاصة ثلاثة الارتقاء بالسلوك الاجتماعي للأفراد طبيعي لما لأي أي مجتمع أو أي فرد بيحترم قواعد ومعايير الجماعة والمجتمع فهذا اندل فبيدل على رقية هذا الشخص طبعا وتحقيق الأمن الاجتماعي داخل المجتمع أربعة اقامة العدالة بين جميع أفراد المجتمع لأن في قانون بيتطبق في ضبط اجتماعي إقامة العدالة بين جميع أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات والالتزامات شوف السؤال اللي بعده بين صواب أو خطأ العبارة مع التعليل يميز علماء الاجتماع من شكلين أساسيين من أشكال الضبط الاجتماعي العبارة صحيحة إيه هم الشكلين دولة؟ احنا عندنا شكلين الشكل الأول بنقول عليه الضبط الداخلي والشكل الثاني بنقول عليه الضبط الخارج طب إيه الفرق بينهم؟ الضبط الداخلي هو الذي ينبع من داخل الإنسان ينبع أن يصدر من داخل الإنسان زي القيم والعادات والتقاليد والمعيير الأخلاقية طب من اللي بيشكل هذا الضبط الداخلي؟ اللي اللي بيتولى مهمة الضبط الداخلي الأسرة المدرسة الدين وسائل الإعلان طيب لو أنا خلفت هذه القيم أو هذه العادات القيم مثلا كذبت العادات أو التقاليد أو المعيير الأخلاقية لم يعني خرقت عن طوع أبي أو طوع الأسرة تمام بيتعرض من يخلفها إلى ألوان مختلفة من العقوبات مثل التوبيخ الطرد أو الضرب ده الضبط الداخلي بينما الضبط الخارجي ده بيتمثل بقى في القوانين واللوائح والتشريعات ما قدرش أخلفها واللي بيتولى مهمة الضبط الخارجي الجهات الرسمية في الدولة بقى مش الأسرة مش المدرسة مش الدين الجهات الرسمية زي الحكومة والقضاء والشرطة مهمة تطبيق هذه القوانين واللوائح ويتعرض من يخلفها للعقاب كالسجن مثلا يبقى هنا عندنا نوعين من الضبط ضبط داخلي وضبط خارجي شوف السؤال اللي بعده بين صواب أو خطأ العبارة مع التعليل تصنف أساليب الضبط الاجتماعي تصنيفا محاديا طبعا العبارة خاطئة ليه؟ لأن احنا عندنا أساليب الضبط الاجتماعي تصنف تصنيفا صنائيا بيقسمع علماء الاجتماع إلى أسلوبين أساليب ضبط غير رسمية مثل العدات والتقاليد والأعراف والدين والرأي العام وأساليب ضبط رسمية مثل القانون السؤال اللي بعده بيقول لي بين صواب أو خطأ العبارة مع التعليل بيقول لي هنا يعد القانون أو التشريع من أهم وسائل الضبط الاجتماعي العبارة صحيحة طب ليه العبارة صحيحة؟ هنقول لي أن القانون بيعد وسيلة رسمية بيستطيع المجتمع أو الدولة من خلالها أن يحكم ويضبط سلوك أفراده ليه؟ لأن القانون بينطوي أو بيجتمل أو بيحتوي على عنصرين هم عنصر الإلزام وعنصر الجزاء إلزام بمعنى أن القانون بيلزمني أن أنا ما سرقش طب لو سرقت أتعرض للجزاء اللي هو العقاب السؤال اللي بعده يعد الدين من أهم أساليب الضبط الاجتماعي فسر ليه؟ قال لي هنا الدين من أهم أساليب الضبط الاجتماعي لأنه بيأدي وظائف مهمة جدا في المجتمع بيعمل على استقرار النظم الاجتماعية في المجتمع لأن الدين ينظم حياة كل فرد ويحدد له قواعد سلوكه وكيفية معيشة أسرتي هل بيحدد حياة كل فرد بس؟ لا كمان والجماعات بيحدد وبينظم سلوك الأفراد والجماعات ويدبط لأن باختصار وببساطة شديدة الدين أيم على فكرة الثواب والعقاب مش بس في الدنيا وكذلك في الآخرة إلى هنا بننتهي من المراجعة النهائية لأهم نقاط المنهل في علم الاجتماع في الفصل الدراسي الثاني ساعدت بكم ونلتقى إن شاء الله في حلقات جديدة كان معكم مستر مصطفى الشيخ إلى اللقاء اشتركوا في القناة